صباح الخير للجميع طبعاً اليوم العمالي للنشاط البدني طبعاً لابد أنه كل شخص يهتم بهذا اليوم طبعاً اليوم الاثنين رح يكون فيه نشاط رياضي من قبل وزارة الرياضة والتراث الشباب طبعاً رح يكون من الساعة أربع للساعة ثمانية إن شاء الله وطبعاً رح يكون فيه حدائق الصحوة نتمنى من الجميع المشاركة في هذا النشاط البدني واستغلال الفرصة أيضاً موضوعنا اليوم جميل جداً ويتعلق باليوم العالمي لغة الإشارة نبارك للجميع طبعاً بهذا اليوم طبعاً لأشخاص دولة عقا السمعية ومن يتعاملوا معهم والمترجمين وكل شخص يتعامل بلغة الإشارة اليوم رح نتكلم بتفاصيل أكثر عن هالموضوع وأيضاً معنا أحد الأخوات من دولة عقا السمعية الأستاذة شيماء هذه إشارتها الإحسني أستاذة شيماء أيضاً هي مدربة لغة إشارة ما شاء الله عليها السلام عليكم أستاذة شيماء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً لك أستاذ سلطان على استضافة اليوم أهلاً وسهلاً بك اليوم طبعاً نحن طبعاً سعيدين بأيضاً اليوم العالمي لغة الإشارة فهذا اليوم هو يعني يعتبر لغة إشارة بالنسبة لنا هي اللغة الأم بالنسبة لنا وإحنا نسمع كثير طبعاً أنه هناك انتشار في لغة إشارة وهذا شيء جيد أنا أريد طبعاً أتحدث عن هذا اليوم تفاصيل أكثر كيف جاء متى بدأ أيضاً متى تم اعتماد هذا اليوم وأيضاً التاريخ اللي تم اعتماده ومن اللي اعتمدوا كذلك اليوم العالمي للغة الإشارة تم اعتماده من قبل الاتحاد العالمي للصوم WFD الاتحاد العالمي للصوم حاول مع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتخصيص يوم للاحتفال بلغة الإشارة والحمد لله عام 2018 أول سنة يتم الاحتفال بها بهذا اليوم الاتحاد العالمي للصوم تم تأسيسه عام 1951 وتاريخ التأسيس هو 23 تسعة وتم تخصيص يوم التأسيس للاتحاد العالمي للصوم كيوم العالمي لغة الإشارة كذلك لغة الإشارة تختلف من دولة إلى دولة تقريباً معنا 300 لغة إشارة مختلفة رائع تشاهدوا مساعدين الكرام أنه أيضاً في العالم حوالي أكثر من 70 مليون أصم يستخدمون لغة الإشارة وهذا حقهم في التواصل الإشاري سؤال التالي بالنسبة طبعاً تاريخ 23 من كل عام يحمل شعار معين للغة الإشارة تحدثينا عن شعار هذا العام وأيضاً ماذا يشكل هذا الشعار بالنسبة لكم؟ نعم شعار هذه السنة شعار مختلف وجداً جميل حيث أن الشعار هو لغة الإشارة في كل مكان وزمان معنى هذا الشعار أن الأشخاص الصم لا توجد هناك تحديات أينما تواجدوا وأي وقت لغة الإشارة متواجدة لغة الإشارة لغة الأساسية للتواصل للأشخاص ذو الإعاقة السمعية طبعاً الجميع شاهدتوا أستاذا شيماء هي موضوع الشعار أنه في أي مكان في أي زمان التواصل الإشاري مهم جداً وخاصة بين الأشخاص لذو الإعاقة السمعية وإحنا طبعاً هذه كلها راح تزيل للتحديات السؤال التالي بالنسبة لك أستاذا شيماء أيضاً الفعاليات التي تمت والأنشطة والبرامج التي تمت خلال هذا اليوم في مختلف دول العالم وأيضاً بسلطنة عمان وهناك طبعاً مشاركات أيضاً في هذا الجانب تحدثينها نعم توجد العديد من الفعاليات احتفالاً بهذا اليوم نادي الأمل للصم قام احتفالية بخصوص هذا اليوم كما أن مع هذا التواصل للتدريب وشركة ساينبوك أيضاً احتفلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بينشر المنشورات التوعوية مهم رائع جداً نعم فخورين وسعيدين أيضاً في هذا المناسبة أن تكون هناك فعاليات وأنشطة يعني تركز على موضوع اليوم العالمي لغة الإشارة أيضاً سؤال التالي بالنسبة للجهات الحكومية أو طبعاً هناك طبعاً في فعاليات أيضاً داعمة لهذا اليوم تسعى إلى نشر الوعي وإيجاد فعاليات أيضاً أم كانت هناك فقط من قبل النادي والمعهد؟ الحمد لله هذه السنة كانت نشاط أكثر عن السنوات الماضية في الماضي لم يكن هناك تفاعل ملحوظ مع هذا اليوم لكن الحمد لله هذه السنة تفاعل الجهات الحكومية الجهات الخاصة مثل بنك العز بنك مسقط وغيرها من الجهات الخاصة تفاعلوا بشكل جداً جميل مما منحنا شعور جميل نحن كأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية بأن نجد تفاعل من الجهات المختلفة بهذا اليوم يوم العالمي اللغة الإشارة لرفع الوعي بأهمية ومعرفة حقوق الأشخاص السمع طبعاً أنا اليوم لما أشاهد أستاذ شيماء وهي تتحدث عن هذا الدعم وهذا الحفز وهذا النشاط ونتأمل كذلك أنه السنة القادمة تكون أكثر رشاطاً طبعاً أنا شاهدت أنه هناك فريق عماني مشارك في الاتحاد الدولي للصم في كوريا الجنوبية ما هي طبيعة المشاركة في هذه المناسبة أيضاً؟ مشاركة الوفد العماني في الاتحاد العالمي للصم وبالأخص في المخيم الشبابي كان في كوريا الجنوبية كانت هناك عدة فعاليات مختصة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتطويرهم في عدة مهارات مختلفة كانت الورشة أو الدورات مكثفة وشديدة جداً هناك عديد مشخاص مثل أستاذ محمد العامري الأستاذ أويس مثلوا السلطنة في هذا المخيم كان نتائج هذا المخيم جداً جميلة استمرت لمدة أسبوع أيضاً بعد انتهاء المخيم شارك الوفد في المؤتمر الخاص بذوي الإعاقة السمعية واكتسبوا عدد من اللغات أو الإشارات للغات المختلفة بعد رجوعهم للسلطنة نقلوا هذه التجربة والاستفادة للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية في السلطنة عبر محاضرة وقيمة فيه الكلية العلمية للتصميم استفاد منها العدد الكبير من الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية في السلطنة مما رفع الوعي وأيضاً أدرك الأشخاص الصم حقوقهم ممتاز ممتاز هذه المشاركة لها فائدة كبيرة جداً وأيضاً الأشخاص المشاركين أتوا بالمعلومات وأيضاً نشروها الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وشكل طبعاً حماس رائع جداً من خلال الاستفادة من هذا المخيم بحيث أن يكونوا الشباب على وعي ومقدرة على المشاركات وأيضاً التفاعل شعورك مبدأ التحديات التي تواجهيها بالنسبة للغة الإشارة أو أيضاً الاتحاد الدولي الذي يعمل على إيصال المعلومة وأيضاً التواصل كيف تجدين الطريقة التي أنت تطورت فيها من خلال تعلمك لغة الإشارة كذلك لغة الإشارة الدولية أو ما تسمى الإشارة الدولية يجب على كل شخص من ذوي الإعاقة السمعية أن يتعلم هذه اللغة لكي يستطيع أن يتواصل بها مع أقران من ذوي الإعاقة السمعية من الجهة أو من الدول المختلفة في البداية حاولنا نحن كأشخاص صم أن نستخدم الإيماءات لكن الحمد لله بعد ما اكتسبنا اللغة وهي جداً مهمة لكل شخص من ذوي الإعاقة السمعية والإشارة الدولية سهلة وغير معقدة ويمكن لأي شخص أصام أن يتعلمها رائع جداً ممتاز يعني نشاهدنا سيد شيماء طبعاً تحولت التحديات إلى حلول من خلال تعلم لغة الإشارة لغة الإشارة هي بالمجتمع فقط لا أيضاً هي مهمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في تطويرهم في تفاعلهم أيضاً لا بد أن يتعلم الكلمات مختلفة نفس ما يتعلمه السامعون من لغات لذلك الأصم لا بد أن يطور نفسه في لغة الإشارية سواء محلية أو الدولية سؤال التالي ستودة شيماء بما شاء الله عليك أنت يعني كنت قبل ذلك لغة الإشارة كنت ضعيفة بعد ذلك تطورتي وما شاء الله لديك مهارات وأنشطة وأيضاً نجاحات كثيرة ما هو المفتاح أو السر الذي أوصلك لهذا المستوى؟ الحمد لله رب العالمين أشكر الله ثم أشكر طاقم معهد التواصل للتدريب كان السر هناك أو المفتاح الأساسي في المعهد عبر الدورات التدريبية والتأهيلية الأشخاص أو المجتمع يظن أن لغة الإشارة هي مخصصة للأشخاص السامعين لكن لا لغة الإشارة بإمكان حتى الأشخاص من دولة عقة السامعية أن يتطور فيها نعم ما شاء الله طبعاً في النهاية ما هي النتيجة التي أنت وصلت إليها وأيضاً المهارات التي أيضاً توصلت لها؟ نعم حققت فائدة جداً كبيرة تعلمي للغة الإشارة طور من مهاراتي بشكل كبير أيضاً أنا مدربة لغة الإشارة مدربة لغة عربية الأشخاص ذو الإعاقة السامعية وأيضاً مدربة لأصحاب الإعاقات المزدوجة المفتاح الأساسي هو لغة الإشارة وهي لغتنا الأم نعم نعم طبعاً الله يوفقك دائماً وأيضاً تحقيقي أيضاً مستوى علمي أعلى وتحقق طموحك في الأخير ما هي الكلمة طبعاً أشكرك على سردك الجميل وأيضاً تفاعك الرائع رسالتك ونصائحك للمجتمع سواء من ذوي الإعاقة السامعية أو السامعين من خلال لقائنا اليوم رسالتي الأخيرة للمجتمع وخصصها لأولياء الأمور لأطفال من ذوي إعاقة السامعية يجب على كل ولي أمر أن يتعلم لغة الإشارة لغة الإشارة هي المفتاح للتواصل مع ابنك ومع ابنتك ولكن هناك تواصل سلس وسهل لغة الإشارة هي المفتاح في تواصل أشخاص أو الأطفال أو أبنائك من ذوي الإعاقة السامعية معك أنت كأب أو أم إذا لم يكن هناك تعلم للغة الإشارة قد يؤثر على الشخص الأصم بمشاكل نفسية سرعة الغضب وغيرها بسبب قلة التواصل أو فقدان التواصل مع الأهل أنا أتمنى من جميع أولياء الأمور لأبناء من ذوي إعاقة السامعية أن يتعلموا لغة الإشارة وتعلم لغة الإشارة يفتح لهم الكثير من الأبواب كسهولة التواصل مع أبناهم وتعليمهم وغيرها من الأمور أنا أأمل من المجتمع أن يكون مساهم في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السامعية طبعا شكرا لك أستاذ الشيماء لحسنية على هذا التفصيل والكلام الجميل ونتمنى من المجتمع أن تصل لرسالتك بإذن الله شكرا جزيلا نعم مشاهدنا الكرام في ختام لقائنا طبعا سمعنا وشفنا الأستاذ الشيماء أنه لابد أن نتعلم لغة الإشارة بحيث أنه ينطور الشخص الأصام ونطور أبنائنا بحيث يكونوا قادرين على التواصل مع الآخرين وأيضا أنه بارك للجميع بهذه المناسبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة